باعتراف الرئيس السوداني عمر البشير فإن الفساد بمختلف أنواعه بدأ ينخر في عضد الدولة السودانية واقع على إثر خطورته على سمعة السلطات الحاكمة ومعاشي الناس تسعى الحكومة إلى التأكيد على أن الحملة التي أعلنها البشير لمكافحة الفساد ومحاربة من سماهم بالقطة السمان بدأت تأخذ طابعا تنفيذيا أكثر وذلك بإنشاء لجنة خاصة للتحقيق في كل شبهات الفساد نحن حرصين أن نظافة المجتمع السودان إن شاء الله ونقول حتى الآن مهما يحدث الناس عن الفساد نحن لازم في السليم مرقارنة مع عدد كبير جدا من الدول لكن برضو البوجودة نحن نحاصره على قدر إن كان نضيق عليهم نحاول ننهيه إن شاء الله عشان الناس تكون أحد مطمين المواطن عاد مطمين أن الحقوق إن شاء الله محفوظة ومحمية كثيرة هي قضايا الفساد التي تؤكد الشواهد حدوثها لعل أبرزها ما ظلت تحمله سنويا تقارير المراجع العام بالإضافة إلى قضية بيع خط هيثرو التابع للخطوط الجوية السودانية لكن الملاحظ أن عددا كبيرا من قضايا الفساد لا تجد وفقا لمراقبين طريقها إلى القضاء ولربما كان هذا واحدا من أبرز ما جعل المعارضة تشكك في مصداقية الحكومة لمحاربة الفساد النظام غير جاد في مكافحة الفساد وهذه الوسيلة وغيرها من الوسائل التي ابتدعها النظام في وقت سابق الغرض منها هي امتصاص غضب الشعب السوداني من هذا الفساد المستشري والذي هو فساد سلطة ومع تفاقم المشكلات الاقتصادية في السودان التي يعد الفساد أحد أهم أسبابها يقول مراقبون إن إجراءات مكافحة الفساد لن تجدي نفعا إلا إذا اقترنت بطبيق القانون وآليات المحاسبة دون استثناءات ربما هذه البداية قد تكون هي مؤشر تفاول لإمكانية الحرب على الفساد والغضاء عليه بشكل كامل ولكن تظل المظام والشكوك موجودة ما لم تفتح هذه الملفات الكبيرة تصنف منظمة الشفافية الدولية السودان ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم شملها تقرير المنظمة لعام 2017 واقع لا شك أنه خطير لبلد يعاني من مشكلات سياسية واقتصادية عبدالباق العوض الحرة الخرطون